موجة حر خطيرة تؤثر على الملايين في الولايات المتحدة الأمريكية بأي المناطق رح تضرب وبأي فترة زمنية مع اشتياح موجة الحر مناطق غرب الولايات المتحدة الأمريكية أصبح 32 مليون شخص من تكساس إلى كاريفونيا بحال التأهب لدرجات حرارة تهدد حياتهم وسيكون يومي الخميس والجمعة أكثر الأيام حرا حيث قد تتجاوز درجات الحرارة 110 درجات فرنهايت ببعض الأماكن والمدن وبالفعل في الولايات تكساس تم تسجيل درجات حرارة قياسية يوم أمس السلساء حيث وصلت درجات الحرارة إلى 109 بديل ريو ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يوم الأربعاء إلى 109 بفينيكس وبالم سبرينج بكاليفونيا و108 بلاس فيغاس و105 بطسكن بأريزونا وفرسنو بكاليفونيا كما أيضا من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الخطيرة إلى مناطق الشمال بحلول يومي الجمعة والسبت مع احتمال ارتفاعها إلى مستويات قياسية بأوريغن وأيداهو وكلراد وبالفعل يوصي الأطباء بأخذ التحذيرات على محمل الجد فهناك المئات من الوفيات كل يوم في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرارة المفرطة وفقا لإحصائيات من مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة فانتبهوا لهذا الموضوع مالوشير للفيديو ما تاخدوا هذا الموضوع باستغفاف سراحة لأنه كثير من الأشخاص بيصير معهم مشاكل صحي نتيجة التعرض للشمس ولدرجات حرارة مرتفعة عملنا وتابعنا يتابعنا لايك وفولوا على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك وسبسكريب على يوتيوب